رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية بالتأكيد على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين وفيما أكد سموه حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الحكومية البرلمانية في كافة الجوانب وتوثيق التعاون البناء القائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الحرص على التوافق مع السلطة التشريعية على آلية ومعاييرا لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تكفل وصوله للأكثر احتياجا لتعظيم مكتسبات الأسر البحرينية والمواطنين من الدعم الحكومي فيما أخذ المجلس علما بمضمون اللقاء التنسيقي مع السلطة التشريعية حول إعادة هيكلة الدعم من خلال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بعدها نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وبهميتها على صعيد التعاون التنائي الأمني بين البلدين ثم نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة الموفقة التي قام بها إلى البلاد معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة وأكد سموه على أهميتها على صعيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وبخاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالأسواق المركزية في البلاد وتطويرها مرافقيا وخدميا لهميتها في توفير احتياجات المواطنين وتابع سموه في هذا الشأن تطوير وتجديد السوق المركزي بالمنامة موجها سموه ضمن هذا السياق سعادة وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني بالإسراع في الانتهاء من تطوير هذا السوق ومراعاة متطلبات ومصالح التجار وأصحاب الفرشات فيه ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا تابع مجلس الوزراء مخرجات التعليم والتدريب والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى جودتهما من خلال تطبيق المعايير وتقييم أداء المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات التدريبية وأقر المجلس ضمن هذا السياق التقليل السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2017 والذي يقدم تقيما شاملا عن أداء النظام التعليمي والتدريبي بالإضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية وذلك من خلال المذكرة التي عرضها لهذا الغرض سعادة وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس هيئة جودة التعليم والتدريب وأثنى المجلس ضمن هذا السياق على الجهود التي يطلع بها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارات التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة جودة التعليم والتدريب ثانيا وافق مجلس الوزراء على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرانيين الحاصنين على المؤهلات والخبرة اللازمة وقرر المجلس الموافق على مشروع قانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وأحاله إلى السلطة التشريعية ثالثا وفق مجلس الوزراء عنها اتفاقية التنمية والمشاركة في الانتاج لتطوير حقل البحرين بين كل من الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز وإبرام عقود خدمات جديدة بينهما لتنظيم عملية تشغيل حقل البحرين بما يسمح بأن تكون كل موارد النفط والغاز في البحرين مملوكة لحكومة مملكة البحرين وذلك في ضوء مذكرا المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير النفط وتوصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بخصوصه رابعا وفق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين لتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية خامسا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة وتنظم اللائحة عمل هذه المراكز والهيئات وفق إجراءات محددة بشكل قانوني واضح في طار من رقابة وإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة في ظل التطور الكبير والمتنامي للدور الذي تقوم به هذه المراكز والهيئات بالنسبة للشباب وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية في مذكرتها التي قدمها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة بناء على عرض سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة سالسا بحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على بروتوكولي تعديل الاتفاقية البريدية العالمية الموقعين في عامي 2012-2016 وحالهما إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وذلك بناء على العرض الذي قدمه سعادة وزير المواصلات والاتصالات سابعا بحث مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بإشان الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثامنا بحث مجلس الوزراء تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وإثناء دورها من خلال دعم برامجها الموجهة للشباب بما ينعكس إيجابا على المشاركة الشبابية في التنمية وزيادة الوعي بقضاياهم وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة تاسعا حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانونين تمت صياغاتهما في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب وقرر إشفاع كل منهما برأي الحكومة حوله الأول بشأن صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط والثاني بتعديل المادة خمسة مكرر من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 عاشرا وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بالتيسير على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فيما يختص بخدماتها الخيرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر